بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ الأمل اليوم نقدم بعضياتنا هات الحلوة اللي كتجي أكثر من رائعة هات الشيشة سريعة تحضير حلوات الخاليط أو دوازاتي كلها واشنو كيسميها نتمنى انكم تجربوها وبنى الاعجاب ديلكم ودبا نمرو للمقادير اذا على بركاتي الليك فيما كتشوفوا معي هنا عندي ربعة ديال الزبدة كدالي كأس ديال زيت المائدة ونصف كأس ديال السكر حبيبات بحكم انني بقي غدي اندي لاسكر غلاسي وكيبقى لحسابيس الضبق من طبيعة الحي يمكن لكم ضفو حتى كأس عندي هنا كمية من الزنجلان اللي صهته يمكن لكم تطيروه يعني صاين او مهرمش انا هي هرمشتو شوية كدالي كمية من القرقع كدالي قدي نسهدو ونهرمشو قلوس حتى هو غدي نحمرو وغادي نهرمشو كيبقى لكم الاختيار يمكن لكم ضفو فقط الزنجلان اذا على بركتي الله في قصرية ندرت الزبدة جياتي من احسن تكون بحرارة المطبخ اي نوع جيل الزبدة بغيتو اديروها من طبيعة الحال البواطة او لا مارغارين او لا زبدة عفوا اصل حيواني مع قبيصة الملح غادي نخدمهم او مع بعضياتهم من اللي كتكون الزبدة بحرارة المطبخ كيفما كتشوفو رافيسة كتخلط لنا مع السكر حبيبات اذا مبعد ما نخلطهم زيال مع بعضياتهم غادي نضيف لها زيت المائدة كيفما سبق لي دكرت كاس هذا الكاس باش خدمت كبير شوية لكاس ديال العنبة سوف نخلط كل شي مع بعضياتهم يمكن لكم تضيفو حتى القرفة نسمو بها يعني هاد الحلوة يمكن لكم تضيفو حتى ساشية ديال الزهر كيبقى لكم الاختيار من طبيعة الحال انا غادي نسمها بالفلون كراميل نشوفو مع بعضياتنا اذا كنخدم هاد العناصر مزيان كنحسو بها دابت اتخلطت لنا كيفما شفوها نعدي هنا الفلون ديال الكراميل هو باش غادي نسم هاد الحلوة لكي يعطينا اللون وكذلك المضاق كما سبق لي دكرت نمكن لكم تعودوه بالقرفة اولا مزهر ينضيفو شوية ديال مزهر اولا ساشي ديال السكر منكهات الزهر كيبقى لكم الاختيارة كجيل ديدة وهشيشة كالدب في الفم ومتابلح الفواكه الجفة يبقى لكم اختيار هنضفت لها كذلك شوية انك هادية القهوة يمكن لكم تضيفو حتى القهوة يعني سريع الدوابان تضيفو اصاشي حتى الجوج اصاشيات هنك بماجفتورة عندي الفواكه الجفة من بعد ما صحتها هرمشتها زنجلان هرمشتو وكذلك القرقاع واللوز بالنسبة للخميرة ارتصاشية وحدة من الخميرة الخاصة بالحلويات كما كتشوفو وكنخلطو هاد العناصر مع بعض ياسم كليكم تضيفو حتى الكوكم حمر كليكم تضيفو فقط زنجلان كليكم تضيفو فقط زنجلان او لا تضيفو الكوكا وحتى هو مهرمش كيبقى لكم الاختيار من طبيعة الحل القوام ديالها كيجيه الشيش ورائع اي فاكهة جافة نضفتو لها رحك تجيبنينة طبيعة الحل كدما غنيناها من الفواكيه كدما بعد يزيد الماضاق يجي اروع اذا نضيفو الدقيق شوية بشوية ما نكترش دقة واحدة بحكم هاد الحلويات كيبقوا العجينة تكون رتيطبة باش يجي القوام ديالها رائع كنضيفو شوية بشوية وانا كنخلط حتى كتجمع ليه العجين ونتحصلو على عجينة رتيطبة كيفما سبق لي ذكرت هذا نصف نصف هادي هي العجينة بعدما تجمعوا كيفما كنت شوفوا القوام ديالها هو هذا تجري طيبة في ساعة تكور لنا بدون أن يمدل لنا شقوق هكا باش كنعرفو انه الحلوى ديالتنا ان شاء الله يسكن ناجحا بحول الله اذا سنكورها الحجم يبقى اختياري كبروها او لا دروها صغورة كيبقى لكم الاختيار الى صغر سواء تعطيكم كمية كبيرة وكيبقى لكم الاختيار بعد ما كورتها كاملة نجيو الطابع عندي انا هاد المرشم يمكن لكم درو اي مرشم عندكم يمكن لكم تخدموه فقط نجيو الطريقة بالنقاش كيبقى لكم الاختيار انا اختريت هاد الطابع الحلوة كتجي سهلا كتكوروها كاملة في الطاوة عادة كتضرو عليها بالطابع طبعا طبعا الحلوة ندروه في الدقيق ونبدأ نضرب الحلوة ديالتي كيفما كتشوفو هاكا كنستمر حتى كنكمل اللطة كاملة ضروري ما تستعنوا بالدقيق باش ما تلسق لكم ومش بحكم ان العجين ارتض طبع شوية هكا لها الطريقة حتى كنكمل كل شي العجين كيفما كتشوفو الشكل ديلها تلما دقرا كيجي رائع بالنسبة اللي ما عندهاش لمرشم عندها نقاش فقط كتضربوها في الجوانب بحكم ان العجين سكر غلاس الفوق يعني ماشي مشكل اي شكل درسوليها المهم هو المطاق كيجي رائع هادي الحلوة معروفة حلوة الخالط يعني كل واحد اشنو كيسميها كندخلوها الفران على عفية مهيلة ماشي شمعة ولكن ناقصة باش يدخلها الطياب ويجي القوام ديلها تجي الشيشة كيفما كتشوفو عفوان اللون ديلها كتجي محمرها بحكم حتى داك الفلون ديل الكاراميل كيعونها باش اعطيلك اللون وكذلك الفران تلعب دور كبير كيكون لكم الاختيار يا اما كتفندوها كلها بسكر غلاسي او اللا فقط كترشوها من الفوق راكتجي الحلوة هي هاديك حلوة معتديلة كيبقى لكم طبيعا الحل اختيار الاحسابيس كل واحد وتيبغي الحلوة ديالو انا اخترت فقط نفندها يعني عفوان مش نفندها فقط نرشها بصفايا شوية بسكر غلاسي من الفوق كيبقى لكم الاختيار من طبيعا الحل راكتجي اكثر من رائعة انتمنى انكم تجربوها لانها فعلا كتستحق تجربو كيفما شفتو ما كتاخدش وقت كتير وهدي هي الحلوة ديالتي من بعد ما كملتها ما كتشوفو راكتجي رائعا في المداق وفي المنظر كذلك وسريعا تحضير هادي اهم حاجة في الحلويات دواز قاتي انهم كيكونوا سريعين تحضير وما فيهم شي القوام كتير من طبيعة الحل را انتم كتتحكموا في الفواكه الجافة كيفما كتشوفو قوام ديالها هيا كتجي الشيشة والمداق اكتر من رائع نتمنى انكم تجربوها فن الاعجاب ديالكم ودمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه ترجمة نانسي قنقر